مائلة قدرة كبيرة جداً طاقة نظيفة طاقة ايه نظيفة يعني لا فيه تلوس ولا فيه اي شيء ولكن كمان بتاخد الخبرات الروس بتديك كل الخبرات الروس لا يبخلوا عننا ابداً باي شيء سيادة الرئيس بوتين نهارده وجه دعوه لسيادة الرئيس عفتاح السيسي اكتوبر عشان سيادة الرئيس يحضر قمة بريكس روسيا تترأس في عام 24 البريكس ووجه دعوه النهارده على هواء وكان قبل كده وجه دعوه لسيادة الرئيس طبعاً سيادة الرئيس هو موجود في هذه القمة قمة بريكس ومصر النهارده عضو كامل العضوية في مجموعة بريكس المهمة فزي نقول لكم النهارده دخلنا في هذا علاقات متميزة برنامج نووي مصري هو الاول مختلف عن انشاص انشاص خاص به الطاقة الزرية هنا بنتكلم على هيئة الطاقة النووية لاتنين حاجة تانية هنا بنتكلم على ابحاث وهنا بنتكلم على مفاعلات وبنتكلم على وقود 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 نووي وطبعاً ونفايات وازاي النفايات دي بتتعامل معها ازاي والوقود نووي بتتعامل معها ازاي والكميات قد ايه بتاخد كل هذه الخبرات في مجالك وعندنا بقول لحاكم علماء على اعلى مستوى عندنا خبراء عايزة اقول لحضراتكم احنا عندنا علماء وبالمناسبة انت عشان اجهاب اي دخولك لهذا المجال الموساد اغتالت تلين علماء مسر ما احنا كنا عن فيه تاريخياً اغتالوا علماء مصريين حتى اللي كانوا اشتغلوا في العراق اللي راحوا في العراق وغيرهم اللي كانوا في امريكا وراحوا باعثات في امريكا اتلوهم اتاتلوا عشان ما توصلت في اي يوم يكون عندك عالم يصل الى يشتغل في مجال السلاح النووي اللي هو اقصد المفاعلات النووية مجال النووي مفاعل نووي الهندسة النووية التكنولوجيا النووية انه يبقى عندك هذي اللي قدام حضرتك ده حاجة يا جماعة والله مهما اقول لحضرتكم المشهد اللي قدامكم ده مشهد يفرح اي واحد بيحب بلده ان انت النهاردة بقيت اليوم النهاردة بنكتب تاريخ بجد كتاب التاريخ زي ما وصف السيد الرئيسة عفتاح السيس النهاردة النهاردة تاريخ تاريخ مصر بتعمله ان انت دخلت المجال ده النهاردة دخلت بي صب الخرسانة الرابعة الوحدة الرابعة في المحطة الضبعة النووية لانتاج الطاقة السلمية ودايما نؤكد عليه على السلمية ونؤكد على دي اول محطة مصرية ودا مصروع ضخم جدا الرئيس بوت النهاردة بيتكلم على مصر وبيتكلم على استخدامات مصر الطاقة وتعامل مصر في ازم ملف يا جماعة انا بقول لها حاك انا في منتهى الفخر والسعادة وحالكتب افخور قوي بلدك بلدك النهاردة دخلت مجال متميز للغاية عشان ايه انتاج الطاقة من اين تاني من اين محطة الضبعة النووية اشتركوا في القناة